اشتركوا في القناة مع برنامجنا عما تسألون الذي نحاول فيه لا اقول ان نفسر جزء عما فهو اكثر ما يتلى ويسمع اكثر ما يتلى في الصلوات ويسمع من الناس عموما ومن ائمة خصوصا هو الجزء عما لذلك اردت ان تعيش معي هذه الايات لا اقول ان افسر فالتفسير الكلمة ومعناها لا اريدك ان تخرج مثقف ديني لا اريدك ان يكون القرآن منهش حياة لك ان تعيشه بقلبك ان يشرح الله جل وعلا به صدرك وان يهدي الله جل وعلا به قلبك وان يردك الله جل وعلا به من غيك لذلك مع جزء عما وقد بدأنا في اللقاء الماضي مع سورة التكوير مع هذا الانقلاب الانقلاب الكوني الهائل لا اقول دمار في الارض لا خراب في المجموعة الشمسية بل خراب في الدنيا بكواكبها ونجومها بذراتها ومجراتها بأفلاكها وخلقها بأرضها وسمائها خراب دائم اثنى عشرة حدثا كونيا هائلا يحدث يصور الله جل وعلا لك هذه الصور وان كانت فوق الطاقة فوق طاقة العقل البشري هنا اقصى عجل سمعناها زلزال بركان اعصار المما ما شفناش الشمس تقع شفناش ما شفناش السماء تسقط بما فيها على الارض ما شفناش ان كل الافلاك والنجوم والقواجب دي تزال والسماء تبقى صحف ما شفناش رعب شديد يحدث للناس عشان كده لن تقوم الساعة الا على شر الناس عش معي بقلبك القيامة يمكن ترتدع كما قلت في لقائنا الماضي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينظر إلى القيامة دي كأنها ريعين فليقرأ اذا الشمس قورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت السورديا اللي عاوز يشوف القيامة يشوف لو قرأ هذه السور يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس قورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشارة طلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصخف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجخيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت سورة للقيامة الله جل وعلا يريد ان يردع الناس قبل ان يأتي الردع الواقعي يوم القيامة الله جل وعلا يريد ان يستفيق الناس من غفلتهم قبل ان يفاجأوا بيوم القيامة ولا تحين مناص الله جل وعلا يريد ان يرد الناس الى دينه فيقفوا عن غيهم ويعرضوا عن ظلمهم ويقفوا سرقاتهم ويبطلوا ذنوبهم لعل الله جل وعلا ان يرجيهم من هذه الشدائد وإلا لاقاها شرار الناس يوم القيامة قال الله السلامة والعافية يقول الله جل وعلا اذا الشمس كورت لا قوال كثيرة انا مش عاوز اقول لك الاقوال علماء خلاص لا انا حاوزك تعيش بقلبك اذا الشمس كورت تخير حضرتك لو واحد بيرميك بدانة مدفع ولا قديف الدبابة وجاية تترمى عليك لا ده انا بقول لك الناس بيترموا بالشمس النار تبتخيل ده تحرق الارض بالمجموعة الشمسية باللي حواليها ده الشمس انا في احد بعتلي صورة الله عندي على المحمول يا اخواننا لا ده سأل يعني شاشة المحمول كده ولو قدامك اه فالشاشة بالسؤولة لبعتها لي دايرة كبيرة مالية الشاشة دايرة كبيرة كده مالية الشاشة وجنب الشاشة عشر نقط صغيرة مش بينة اصلا منها نقطة صغيرة من ضمن النقطة دي نقطة صغيرة بعمل علىها سهم كده يقول هادي الشمس وهادي الأرض النقطة الصغيرة انت مش شايفها اصلا دي ومكتوب كده هنا سبعة مليار انسان هنا مليارات الدولارات واليورو والجنيهات والدراهم هنا الذهب والفضة هنا العمارات وبرج خليفة وبرج الساعة وناطحات السحاب هنا البترول والبشر والسيارات والطائرات والدبابات هنا في النقطة دي كان ربي العظيم حراك النقطة دي لما تترمى بالشمس العظيم دي لما تترمى بالشمس سلم يا ربي سلم لما قبل ربنا رفعوا فوق من اسرائيل وهيسكت عليهم خلاص تابوا الى الله واذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا يعني ايقانوا هنا وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بكوه هتتوبوا الى الله ولا واقع الجبل عليكم توبنا الى الله ده جبل ده أنا بقول لك الشمس هتنتمى ما انت بيه السماء هتسكت عليك إذا الشمس كورت قال المفسرون الشمس كورت جمع بعضها الى بعض وقالوا ايلفت اشفجأة بصلى الشمس قاعدة تلف بسرعة 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 الأيام تعد بسرعة اليوم يبقى زي اللحظة بسرعة اذا الشمس كورت لفت ورمي بها الناس يا الله عجل الله انا لو مسكت يا كوانا قلم كده هو قدام بطل بطل كما الاجسام قاعد قدامي طول بعرض ومسكت الام ده عملت له كده هو بس عملت له هوجته اعمل لي كده على طول هيحصل له رعب بس من ألم ممكن يخش في عينه هو بطل كما الاجسام اما بقى لو رميت بجد ورح ناشئ في عينيه ده انا بقول لك بجد انا بحاول اقرب لك بجد الله جل وعلا القادر قادر ان يمسك الشمس ويلفها ويرميها على الناس لا لا مش طلقت نار دي ده النار كلها مرمية علينا لا حيش اللحظة حيش الرعب حسنت فوق كده السمس كورت يعني رمي بها من شدة اللف ذهب ضوقها يعني رعب عارف لما الزلزال يحصل والبيوت تقع والنور يتقطع والناس مش عارف تفر في من الظلمة هو ده يوم القيامة الشمس تكور تلف يذهب ضوقها يرمى بها يرمى بها يرمى له بها الناس ايه ربه فين بها ده اصلا مش طوبة مثلا تجري في جم ده الشمس قد الأرض مليون مرة وهذه ترمى بها الأرض تبقى تروح فين ده تلف في الأرض كلها وتحرقها شبهان ربي العظيم درجة حرارة الشمس السطحية 12 ألف درجة مائية الحديد بيبقى غاز الحديد بينصهر ويتحول لغاز ما فيش في الشمس كتلة الشمس كلها غازات وفجأة تبقى حديدة كاملة كتلة كاملة ذهب ضوقها و ذهب غازها وبدأت تبقى قوية وترمى بالأرض هذا من ضمن عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى البخاريون حديث أبي هريرة الشمس والقمر مكوران يوم القيامة مكوران في بعض الأثار يلقي الله الشمس والقمر في جهنم يوم القيامة في جهنم يوم القيامة نسأل الله السلامة ورعا فيه لا بتخيل الشمس اللي كل يوم بتشمع الصبح بتعرب بها الاتجاهات بتعرب بها المشرك والمغرب بتعرب بها القبلة ازاي فاك أثن الشمس يتغير الشمس اللي كانت مسخرة لك بقت عذاب وسخر لكم الشمس والقمر دائبين بقت عذاب ربنا هيعذب بالناس هيلقيها على الناس فجأة الشمس اللي كانت بتطلع من اتجاه والقمر من اتجاه وانت تعرب بداية النهار من هنا وبداية الليل من هنا فجأة الاتنين يجمعهم والدنيا طلمت وقال انت عارفت الليل من النهار وتسقط عليه فضائع شدائد نسأل الله السلام وتلعفية واذا بالنجوم كذلك فاللي بالك النجوم دي في منها اكبر من الشمس وفي منها اصغر من الشمس النجوم دي شموس تجد النجوم تسقط عليك يا ربنا جينا وسلمنا واذا النجوم انكدرت واذا النجوم انكدرت يعني تناثرت وقيل تومي صدوقها وسقطت على الناس على الله اخوانا لم واحد بيكون بين نشن على واحد كده اللي داخل منكم الجيش ومسك الرشاش الرشاش فيه انا ما معرفش بس هم بيقولوا كده ان في زرار او حاجة كده تعملها يضرب فردي يعني طلقة تك 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 وفيه تقلبه ويبقى أوتوماتيك تك 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 يضرب ورا بعده على طول بيقولك الرشاش القوي ان يضرب مثلا اه تلاتين بيطلع تلاتين ضربة مسلا في العشر ثواني ولا ومش عارف فيه الرشاش الكبير اللي بتاع اللي محطوط فوق الدبابة بيضرب تلتمية وستين اه طلقة في 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 الدقيقة الوحدة يعني كل سانية مش عارف يطلع ستين طلقة ده ده ورا بعد انا بقول لحضرتك ده دي طلقات نار ده النجوم اللي هي نار بالمليارات هتسقط عليك في وقت واحد المتخيل المشهد واذا نجوم كدرت النجوم تسقط الشمس بتاعتنا في زيها ميت مليار نجم زيها واكتر واكبر ميت مليار نجم ميت مليار شمس كله بتقول لها على دماغ ده في مجرة بس ما دربت البانا طب فيه كم مجرة في خمسمائة تريليون مجرة خمسمائة مليون مليون مجرة كل واحدة فيها ميت مليار شمس هتسقط عليك طلقات نزل على دماغك مش طلقة ده الشمس نزل لا ده مليارات المليارات من الشموس ودي خمسمائة تريليون ده دي مجموعة مجرات في تجمع للتجمع المجرات في تمنمائة تريليون تريليون تجمع للمجرات لعلماء عكره ما تطيش من هذا الكون الفسيح تلك النجوم التي تسقط عليك كان فيه عالم انجليزي اسمه جيمس جينز العالم دون انجليزي كان فيه مؤتمر في امريكا في قاعة وحاضر علماء الفلك على مستوى العالم منهم المؤمنون واكثرهم الكافرون وخرج هذا العالم يذكر اخر ما وصل اليه لعلم الحديث من هذا الكون الفسيح وتلك النجوم والافلاك والمجرات والكواكب فبدأ يتكلم ان الارض عبارة عن كوكب حوله قمر وهذا الكوكب يدور حول نجم اسمه الشمس مع هذه الشمس يدور حولها كواكب اخرى عشر كواكب اعتارد والزهرة والارض والمريك ومشترع وزحل وارونوس ونبتن وبروتو واكتشبوا كيكب عشر اخير فبقولك دي اسمها مجموعة شمسية نجم حولي كواكب طب فيه كم مجموعة شمسية فيه كم شمس قال في مجراتنا درب التبانة يوجد فيها مئة مليار نجم ده جمشي زلز اللي يقول مئة مليار نجم طيب كم مجرة خلقها الله يقول فيه حاجة اسمها تجمع لمجرات يعني تجمع هاي المجرات التجمع ده مجراتنا درب التبانة جزء صغير منه جزء نقطة منه لانه موجود خمسمائة مليون مليون مجرة ده اسمه تجمع مجرات طب فيه كم تجمع من مجرات خلقها الله يقول من خذال الكون المنظوري او المحسوب وصلنا ان هناك تمنمئة تريليون تريليون تجمع للمجرات كل تجمع فيه كم سمت تريليون مجرة كل مجرة فيها مئة مليار نجم مئة مليار شمس بينما جمشي زلز يتحدث عن هذا الكون العظيم وهذا الكون الفسيح وهذا العدد الهائل من النجوم والأفلاك والكواكب والشموس والمجرات بينما يتحدث عن هذا العدد الهائل اذا بدموع الخشة تنزل من عينيه عيط هو عالم انجليزي كافر نزل الدموع خشية من عظمة هذا الكون او ممن خلق هذا الكون فبينما هو يبكي اذا بعالم مسلم يقوم اليه ويقول صدق الله جل وعلا وترجم له معنى الآية انما يخشى الله من عباده العلماء يعني لانك عالم خف خشيط من العظمة فقال العالم انجليزي جيمش زينيس من اين لك بهذه الكلمات انما يخشى الله من عباده العلماء قال هذه ترجمة معنى آية في كتابنا القرآن قال اريني اياها والريني كده معقول القرآن قال الكلام ده انما يخشى الله من عباده العلماء فاراه ترجمة معنى الآية في المصحف المترجم معه فاذا بالعام انجليزي يقوم على منصة مرة اخرى ويمسك المكروفون ويقول امام علماء الفلك في العالم اشهد ان هذا الكتاب كتاب الذي خلق هذا الكون اشهد ان هذا الكلام كلام الذي خلق هذا الكون حصرت له الخشية هذا هو مطلوب حين تسمعوا اذا النجوم انكدرت ان تخشى الله جل وعلا بالغير كان بعض السلف يبكي من خشية الله ويقولون له ما يبقيك قال اخشى ان اناذي عليه فلا يردني فلا يرد عليه اخشى ان يلقيني في النار ولا يبالي اخشى ان انادي واصرخ بالمغيث ويتركني فينساني نسيان بمعنى الترك استشعار عظمة الله جل وعلا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت يقول اننا بقول الشمس بتقع والنجوم بتقع طب وانت في الارض عرف ايه اللي يحصل لك يا اخي انت متخيل لما تمسك كورة تنس طولة صغيرة كده وتقعد تعملها كده وتقوم رزعها في الحيطة انت متخيل وذي اللهمة اعلى الكرة الارضية في يد الله جل وعلا فما قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون انا بحاول اوصل لك عشان تعيش لو كرة في ايدك كده ورزعتها شوف مهنتها واللي حصل فيها وممكن لله المثل الاعلى الكرة الارضية في يد الله والارض جميعا قبضته وكما وبعدين ماذا سيفعل الله بها الله جل وعلا يمسكه وقادر فيرميها رمية شديدة الله الذي يرمي سبحانه وتعالى يرمي الارض بجبالها القوية ربنا ذكر الجبال هنا عشان تعرف ان مهما التصور ان الارض وقوتها والجبال اللي فيها هذا هي على الله قال الله جل وعلا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الجبال تندك مع الارض تترامى مع الارض ده معنى واذا الجبال سيرت الجبال تسير تندك مع الارض تتحول الى رماد تتحول الى تراب تراب خفيف من شدة الضرب بقوة الله جل وعلا الله جل وعلا يمسك الجبال مع الارض فيضربها دربة فيدكها بكة شديدة يتحول كل ما في الارض الى رماد رماد مشتعل يسير الذي ينظر اليه يظنك انه سحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء الجبال من شدة الضربة بتاعت ربنا واذا الجبال سيرت تندك الأول وبعدين تسير فتحسبها كأن السحاب قال تعالى وبست الجبال وبسن فكانت هباء منبثة الجبال لو نفخت فيها الطير من شدة الضربة الجبل انت شايفه قدامك ده وفي باطن الأرض تسع أضعاف الطول اللي ظهر قدامك يعني لو الجبل قدامك عشر تلاف متر تحته مئة ألف متر في باطن الأرض كل ده يندك ويصير كأنه تراب أمام عينك وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتقطن مندوف تتنفق في طير ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هذا شيء مما سيحدث يوم القيامة ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون والحديث بقية في اللقاء القادم بأمر الله جل وعلا قول قولي هذا واستغفر الله لكم صلى الله وسلم وبركة نبي محمد الحمد لله قبل أمين السلام عليكم وبركة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة